أهلا بكم استكمل قداسة الباب فرنسيس تعليمه الأسبوعي حول صلاة الأبانة ذلك الجزء الذي يحمل رائحة الحياة وهو الخبز اليومي حيث قال قداسته في هذا الصدد أثناء حديثه لجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين بلغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبلوا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة الباب البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتل الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء ننتقل اليوم إلى تحليل الجذء الثاني من صلاة الأبانة ذلك الذي نقدم فيه احتياجاتنا لله يبدأ هذا الجذء الثاني بكلمة تحمل رائحة الحياة اليومية الخبز تنطلق صلاة يسوع من طلب ملح يشبه كثيرا توسل المتسول أعطنا خبزنا كفافة يومنا هذه الصلاة تأتي من أمر بدهي غالبا ما ننساه وهو أننا لسنا مخلوقات تكفي ذاتها وأننا نحتاج لأن نتغذى يوميا وبالتالي يعلمنا يسوع أن نطلب من الآب الخبز اليومي يعلمنا أن نقوم بذلك متحدين بالعديد من الرجال والنساء الذين تشكل هذه الصلاة بالنسبة لهم صرخة غالبا ما تبقى محبوسة في داخلهم وترافق قلقهم اليومي كم من الأمهات والآباء لا يزلون اليوم أيضا يذهبون إلى النوم يثقلهم ألا يكون لديهم في الغد الخبز الكاف لأبنائهم إن الصلاة المسيحية تبدأ من هذا المستوى هذا ليس تمرين للمتقشفين بل ينطلق من الواقع من قلب وجسد أشخاص يعيشون في العوز أو يتقاسمون حالة من لا يملك الضرورية للعيش إن الخبز الذي يطلبه المسيحي في الصلاة ليس خبزي بل هو خبزنا هكذا يريد يسوع يعلمنا أن نطلبه لا لأنفسنا وحسب وإنما لجميع الإخوة في العالم إن لم نصل بهذه الطريقة تكف صلاة الأبان عن كونها صلاة مسيحية إن الخبز الذي نطلبه من الرب في الصلاة هو الخبز عينه الذي سيديننا يوما ما سيوبخنا على قلة اعتيادنا على كسره ومقاسمته مع من هو بقربنا في أحد الأيام كان هناك حشد كبير أمام يسوع وكان أناسا جياع سأل يسوع إن كان أحد يملك شيئا فكان هناك فقط طفل مستعد ليشارك زاده خمسة أرغفة وسمكتان ويسوع كثر ذلك التصرف السخي ذلك الطفل كان قد فهم درس الأبان أن الأكل ليس ملكا خاصا وإنما عناية نتقاسمها بنعمة الله أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن المعجزة الحقيقية التي صنعها يسوع في ذلك اليوم هي المشاركة فهو إذ كثر ذلك الخبز الذي قدم استبقى تقدمة ذاته في الخبز الإفخارستي في الواقع وحدها الإفخارستية قادرة على إشباع الجوع لللا متناهي والرغبة في الله التي تحرك الإنسان حتى في البحث عن الخبز اليومي يطور بحث واسساising رئي الله أو بحث أنبعوا طائل تكرم وت tod tätä هي ملكا 네 العسى سمطنا وأع Lorbe لدي أنضعي من الخبز التي تعاضي بحث أن這麼Unis في الواقع proceeding في سن رئي أعر كثيرا للك сказ uh يست מה بحث أن تريمهم المترجم للقناة وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في بساطتها وجوهريتها تربي صلاة الأبان من يصليها على عدم الإكثار في الكلام لأن وكما يقول لنا يسوع أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه لذلك فالخطوة الأولى للصلاة هي أن نسلم أنفسنا لله ولعنايته أما طلباتنا فتعبر عن الثقة بالآب وهذه الثقة هي التي تجعلنا نطلب ما نحن بحاجة إليه بدون قلق واضطراب ليبارككم الرب